اهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة عندنا مواضيع مهمة جدا. كعادة كل فيديو يعني. عن تحديث جديد ممكن يزهر في خلال ايام. وليلة. الاسبوع دوت يعني. عشان يعالج مشكلة البطارية. وعن كمان الايفون الجديد. وعن كصص كده هتجبر قبل تستخدم اليوز بي تايب سي. كل علاقة بقبل هتعرفه من خلال الفيديو دوتا. تنساش تعمل لايك للفيديو. تنساش تعمل سبسكراب للشانل. وهتلاقي كمان في الانستجرام لو عندك اي اسئلة واكتبوا لي في الكومنتات ايه اخر اخبار معك. المفروض ان الاسبوع دوت يوم الجمعة الجاية يعني ابل هتنزل الايفون بلوس. او مش هتنزل هو نزل هتشحنه يعني لاغلب الناس. افشل موبايل في تاريخ قبل تقريب. يعني افشل من الميني كمان. انا كان نفسي يكمله بالميني بصراحة. وما يعملوش الفروقات المتخلفة ديت. ولكن هو دوت اللي هيحصل. كمان البرلمان الاوروبي صوت انه الزاما على كل الشركات اللي بتبيعك داخل اوروبا. مش عارف انجلترا طالعت برى الاتحاد ليه. ما تجيش لا بايفون ولا بسماعات ولا بايربودز ولا اي حاجة اه او غير الطايب سي. يعني هو ما قالش تحديدا بس هو القرار بشكل عام بيجي في قبل بالزبط. لانه ما فيش غيرها في العالم كله بيجيب منتجات مش طايب سي. انا عارف انه القرار ضد قبل بس تمام يعني دي احسن حاجة ممكن تتعمل اه ضد قبل عشان انه حد. يعني اي حد معاه وصلة طايب سي يقدر يشحن بها اي موبايل اي سمارت فون ده اللوجيك وده المنطقي. بس قبل لسه مصر على الفكر العقيم اه بتاع مش عشان هو اسرع ولا عشان هو اقمن ولا لأ عشان هو بيجيب لها فلوس بس. نروح بقى للاي او اس الجديد. احنا خلاص نزل اي او اس سكستين بوينت او بوينت تو زي ما قلنا وعملنا عنه ريفيو اه وفي ناس كتير بدأت تعمل البيتا اه انا صح يعني القناة هنا برضو اه صباقة في القصة ديت. تبتدي مثلا موضوع العلاقة بالتسريبات فتلاقي كل الناس بتعمل تسريبات. تقريبا دي اول قناة بتعمل تسريبات. ممكن نرجع طبعا للتاريخ. بنتكلم عن تحديثات البيتا فتلاقي كل الناس بتتكلم عن تحديثات البيتا. فتمام. حلو كويس ان احنا صباقين في قصة ديت. المؤمن التحديث دوت جيب حاجات كتير قوي منها حل مشكلة اللي هي المزعجة اللي كان بيزهر دوت. ومنها شوية حاجات لها علاقة بالستوريج او الذاكرة. ولكن محلش اهم حاجة. بصراحة. محلش مشكلة البطارية اللي بتستهلك وبتستنزف بسرعة. على عكس اللي حلها. وبرضو فكرة انه قابل هتنزل خلاص هينزل في القائمة الجاية. وبرضو في القائمة الجاية نزل فمش عارف حس كده انه الدنيا بلغبطة. ده اول اه تحديث لقابل ما احس بيبقى عشوائية بصراحة. ولكن الفكرة انه بكل حاجة بتتحل. سواء على الحاجات الفرعية اللي هي البوينت او بوينت وان او حتى على الحاجات اللي هي سكستين بوينت وان وبعد كده. فالمفروض انه بشكل واضح واساسي الجديد دوت يحل مشكلة البطارية. وطبعا في مشاكل كتير الناس تكلمت عنها منها الكرياش اللي بيحصل او المشكلة اللي بتحصل لما بتشغل ابل كار بلاي منها المشكلة اللي بتحصل مع او الرعشة اللي بتحصل لشاشات الايفون فورتين مع بعض المستخدمين عشان عارف ناس كتير قوي بتقولك انا معجليش الكلام ده وانا اصلا ما بيجليش الكلام ده انا كمان. بس في ناس بتريبورت ده وقت لقابل وبيزهر على الاخبار. فيه كمان لقاء حصل مع مجلة يامنية ده اغرب حاجة ممكن تسمعها مع مودرين ابل وكانوا بيتكلموا بفخر جامد على الديناميك ايلاند وان ده اكبر تغيير حصل من ساعة الايفون اكس والتصميم بتاعه والنوتش. وده خلاص يعني انت كده رسميا معك خمس سنين كمان بالديناميك ايلاند لغاية لما تصغر. يعني ما ظنش حتى ان بعد خمس سنين قبل هتلغي النوتش. او الجزء الاسود. هيفضل شغال معنا. لغاية لما قبلت الطامن مية في المية ان كل شركات الاندرويد اللي بتبيع عجهزة بالف جنيه. بتقدر تخفي الكاميرا والسنسورات تحت الشاشة. فتبتدي تفكر في القصة ديت. ولكن ده ما يمنعش ان الديناميك ايلاند من وجهة نظري فعلا هي اختراع. وخلت حاجة سيئة جدا حلوة جدا. خلتها ميزة. يعني خلت العيب ميزة. المفروض كمان انه خلاص الايفنت بتاع شهر اكتوبر اتلغى. هيحصل هتلاقي كده على الويب سايت بتاع عابل نزل الايباد برو. ونزل المكاتل الجديدة لاربعتاشر انش والستاشر انش. وكمان ابل هتلاقي الدنيا تمام. في ناس كمان كتير بتسألني في الكومنتات ليه بمسك المايك في ايدي? وفاكرينها مؤامرة وبالعبها تحليلات وحاجات غريبة. فمش عارف ايه علاقة ان انا مسك المايك بايدي بين الموضوع يبقى ويرد مسلا. يعني الناس كلها تمسك المايكات في ايديها. ده احنا من ساعة ما بدأنا مش احنا بدأنا لا يعني من ساعة ما بدأنا معنا اعلام هتلاقي كل واحد مسك المايك في ايده. فما فيش اي حاجة غير منطقية في الموضوع. غير انه بمسك المايك في ايدي عشان انا مستريح كده. وعشان هي ده هوية القناة. يعني هتلاقييني حتى بطلع بنفس التشيرت. آآ كل مرة. يعني يبقى فيه كده زي آآ يعني كل ما تشوف المنزر ده تعرف ان اه هي دي القناة بتاعتنا. بس ما فيش اي حاجة ليه علاقة بالمؤامرات والقصة دي. انه يكون الفيديو اعجبكو اكتب له رأيكو فيه الكومنتات عن كل المواضيع ديت. وعن اداء السوفتوير معاكو. واشوفكو في فيديو جديد.